احنا حقررنا في اخر كلام ان احنا نغشش النظام انه يا جماعة الخير احنا مش هنتكلم عن الاصول اللي بنحبها ده سؤال الناس ايه اصول مصر اللي بتحبها انتوا لا تقولوا لكن احنا في اخر كلام قررنا نقول لكم كمبادرة طيبة من مجموعة من المواطنين المصريين من ابناء هذا الشعب المصري وعلى رأسهم المزيع اللي قاد قدام حضراتكم ايه هي الاصول اللي مش بنحبها يلا جماعة اهي فرصة انا مواطن مصري باعترف لك ان في اصول مصرية فعلا انا مش بحبها وارجوك يا عبد الفتاح يا سيسي وارجوك ايها النظام بيع الاصول دي فورا وهيجي لك فلوس حلوة جدا وانا على فكرة مختار اصول حلوة لان ده عصر فات وانا مش شايف انها ملكية للشعب بالعكس انا مسامح فيها يا عم اهي دي اصول مصرية انا كمواطن مصري مسامحك فيها بيعها ارجوك تروح تبيع الاصول دي تعالوا نشوفها مع بعض ايه هي الاصول التي لا يحبها الشعب المصري يعني بشكر الزمل اطبع على اللافتة بتاعت اصول للبيع دي اهو اول حاجة القصور الرئاسية احنا عندنا في مصر كان اكتر من تسعين قصر واستراحة تقدر قيمتهم بعشرات المليارات يا جماعة الخير دي اصول والله ما بنحبها احنا مسامحينكوا في الاصول دي الاصول والقصور بيعوا هذه الاصول لو سمحتوا طيب اصول تانية مش بنحبها ها حذر فذر الطائرات الرئاسية طبعا الراجل عند 24 طائرة رئاسية اخر طيارة بس بنص مليون دولار يعني 12 مليار جنيه حضرتك يا سيادة المشير يا استاذ عمر نحن وابناء الشعب المصري والله العظيم مسامحينكوا في الاصول دي بيعوا الطائرات الرئاسية يا جماعة واخدوا الفلوس بتاعتها وعملوا بيها يعني شغل كويس في البلد ايه كمان من الاصول اللي احنا مش بنحبها اصول لا يحبها المصريين العاصمة الادارية الجديدة حاجة مكلفاك ستين مليار دولار مساحتها خمسة وتلاتين الف في الدم الاراضي وما فيش حد فينا كابناء الشعب المصري هيقرب منها انت اللي هتروح تعيش هناك وهتسكن هناك في الاكتاجون وما يجمع الوزارات والمش عارف ايه فهذه اصول لا يحبها المصريون اصول رئاسية طائرات رئاسية العاصمة الادارية الجديدة انا اعتقد ان احنا قمنا معاكوا بواجب كبير وغششناك وهو اصول احنا مسمحين فيها روحوا بيعوها وهذه اصول لا يحبها الشعب المصري على رأي الاستاذ